بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكت سليم مرحبا بكل من التحق بقناتي قناة أمو عبد الرحمن الفيديو النهار اليوم خاص بنموذج امتحان تقييم المكتسبات اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي هذا النموذج اللي راني نديره لكم فيه هذا اللي اعطته لنا الوزارة هذا مقترح الوزارة رسلتها لكثة الولايات أول ما قلت لنا قلت لنا نديره نموذج كما هكا للتلاميذ يعني موش هذا هو اللي راح يديروه للتلاميذ هذا النموذج اللي خدمنا عليه صحيح؟ قوموا معي الآخر الفيديو ورح خطرة على خطرة نزيد نوضح لكم الإشكالية اللي راح في راسكم الضار احنا كأساس إذا درنا تكوينات درنا نماذج درنا نماذج على هذا الشكل صحيح؟ وهي اللي راح وحدة فيهم وحدة من هذا النماذج راح نعطوها للتلاميذ باش يديرها امتحان تقييم المكتسبات إذا نبدو على بركتي الله هذا التع دراسة نص لوتارد العنوان تع النص هو لوتارد أي واحد ما يعطي ما يعرفش يقرأي ما يفهمش هذا الكلمة النص يلزم يكون متبوع بالصورة ضروري تكون كائنة صورة مع النص هنا بشي التنمير يفهم يعني يستحيل يمنع من عن بات النص بدون صورة يعني ولدك اللي راح ماشي الامتحان تقييم المكتسبة النص اللي راح يشوفه راح يكون معه صورة لوتارد هذا هو لوتارد هذا هو هذا هو العيل هذا العصفور هذا يقولها لوتارد الفقرة يلي قد تكون مرقمة كي ما راحكم تشوفه رقم واحد ورقم اثنين يعني هذه الفقرة أولو وهذه الفقرة الثالية أي نبدو على بركتي الله لوتارد لوتارد أبلي غالما أو بغا إتنوازو دو تاي مواجيان لوتارد مجبلا طبق نظام لوتارد من سفرين لوتارد كيف؟ نظر صورة لوتارد لوتارد مزارا من المجمع ذلك نعطر نوفر إذن هذا الطائر يسموه الحبارة هو الحبارة بالعربية يقولها الحبارة هو طائر ذو عندها إنتاي موين متوسطة للطاية ويعيش في الجزائر الأنثى أصغر من الذكر الذكر يزين من 1.5 إلى 2.4 كيلوغرام والأنثى تزين من 1 إلى 1.7 كيلوغرام طبعا المواضيع التي قمناها من برنامج تحسنة 5 يعني قمناها الحيوانات موضوع الحيوانات وموضوع قمناها على الكوارث الطبيعية وقمناها على البروجيني مغوكات على الطبيعة البروجيني مغوكات التعسيات متحف نتعلق لأفواج طبعا كل معالمي الولاية داروا التكويل ما دلناش متحف قال لك وعلى التنميذ ما داروا لا متحف لا زيارة ماكا دلنات 3 نماذيش تحيوانات ومتعل الكوارث الطبيعية ومتعل الطبيعة والغالبية تحيوانات تحيوانات قال لك التنميذ كما رحب دارينا لنواصل للشرح تحيوانات هذا الطائر تحيوانات الحبارة مهدد بالصيد الغير الشرعي قال لك يجب علينا حمايته طبعا للطاعد هو كما مؤمن هذا هو النص أي روح الأسئلة دقوا خبركم الأسئلة وكيف نديرون قيموا التنميذ كونسين 1 يعني التعليم الأولى مي لسين x دون la ميار ريبانس دير إشارة هذه إشارة x أمام الإجابة صحيحة هنا الإجابات كلها صحيحة الإجابات كلها صحيحة وش قالي قالي لالتكست بغلت النص يتحدث عن وزو وبين دن نيمال وبين دن وزو كيفي أنا الجيغي وبين دلو تغد شوفنا كل إجابة التنميذ يعطوه الإجابات كلها صحيحة يتحدث على طائر ولا على حيوان ولا على طائر يعيش في الجزائر ولا على لتغ اللي هو الحبار كل إجابات لها صحيحة ذوق التنميذ يعلم حساب ثان في النص دن وزو طائر صحيحة حيوان الطائر ثاني حيوان هو عرف كالطائر ناباته يدير هنا ثاني كروة صحيحة عن طائر يعيش في الجزائر صحيحة على لوتاغ صحيحة بالصح كين إجابة صحيحة 100% يعني النص يتحدث على هذا الشيء 100% وكين إجابة ما يجدع 100% وكين وحد أخرى 50% وكين وحد أخرى ما يجدع موجودة في النص نعطيكم ما يجدع موجودة في النص بل هذا الانيمال طبعا هو عبارة عن حيوان يتحدث على حيوان فعلا وصدقا كلمة الانيمال ليس موجودة في النص هذا الإجابة يجب نقول الإجابة غير مقبولة والله الإنسوفيزان بلتو إنسوفيزان إن غير إنسوفيزان يعني أنا كين قاعد ما يجب لها كروة نفدي بللي ما جاوبني صحيح هذا ما كان أنا ما نعطيه له واحد لازوج لا تعظم على خطر ش نص عل وش رأي هذا على لتار هنا لكان يدي إجابة صحيحة إن غير صحيحة عند A كروة إجابة ملي إنتمنى أنكم فهمتوني وروح التمرين للأخر سؤال الاخر إجابة لتار 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 المزور 55 à 65 cm parfois لتار فمال pèse 1 kg لتار طائر الحبراء صغير هي إجابة طبعاً ماش صحيحة هو صغير موش عملاق فعلاً بالصح كين إجابة الصح منها في هاد الاختيارات هنا يا ما رحش نعطيه الضي ما رحش نعطيه الضي يعني رح نعطيه السي رح ندلها كروة عند السي إجابة تاعه هي صحيحة بصح ما هيش مية بالمية وانتنا عطيه الاجابة الصحيحة الاجابة الصحيحة هي موجودة في النص مين agedليلوا تاعد فمال بلو بتت كلمال وهذه موجودة في النص هاي وينا الكبير مال بلو بتت كلمال هكتر و breach هكتر Ka هنا كي اكتبلي هذه الاجابة هذي هي اجابة صحيحة الموجودة في النص مية بالمية هنا نديله كروة عند ال-A يعني من قعدة نقيم نديله كروة عند ال-A نروح للسؤال الثالث ثاني نفس الشي طبعا هنا يتنقيط ما يكون لا بنقطة لا حتى حاجة نديرنا يقي علامة هذه X عند ال-A ولا ال-B ولا ال-C ولا ال-D حسب ما جاوبني تسمي هنا يا سؤال الثاني الأول قلي كمبلت لفخاص ال-دهزيام نم دلتارد اي اجتعو الاسم الثاني التارد احنا التلميذ يريد جاوب الهو الهو تارد ابله ايجالما الحبارة الحبارة احنا ايه حبارة نكتب الاجابة الحبارة نكتب التلميذ الاجابة صحيحة اننا عند ال-A ندير لها كروة ما ديرش اينا نقيمة لا ديرها خاطئة نقيمة هنا ما احنا اما تكون صحيحة ولا تكون خاطئة هنا يا كمبيان باز كمبيان باز 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 نقيمة الاجابة عندي السؤال الاخر قال لي كمبيان باز اينا نقيمة الاجابة اينا نقيمة الاجابة باز اينا نقيمة الاجابة امتحان تقييم المكتسابات يعني رحنا نعودوه نديرو تهيئة للتلميذ وهذه اجبارية اجبارتها الوزارة يعني أستاذ لغة العربية ولا أستاذ لغة فرنسية يجب عليه أن يجري للتلاميذ امتحانات تجريبية في قسمها ونهار الامتحانة تقييم المكتسابات رح مقسمو عليه للسجي يعسها أستاذة ويسححها أستاذة واضح؟ هنا أثناء التدريب على امتحان تقييم المكتسابات هنا ممكن الأستاذ يقرأ على خاطرش التلميذ ما عندهش خالفية كيفاه هذي رجاب يدي لهش حلم النموذج باش يتمكنوا التنميل يعرفوا الأسئلة ويعرفوا كده رجابو والامتحان تقييم المكتسابات ما يقرأ لهش خليه يختم الروح عندي سؤال ثالث واشغالي سؤال ثالث كمپلت لفراز انتهي دون دو تكسي يعني أجيب على كمل الجملة بمساعدة النص لطارد يمنسي كي دون نو فر روح للمس وكمل هذا الجملة الجملة والا لطارد يمنسي برلش اكسي وشي لقن ديرو نو دون لابتر كي دون لابتر نو دون كي دون نو فر نو دون لابتر لابتر طبعا هذه الأسئلة تخصة بالنص أسئلة الخاصة بالنص كان أسئلة أخرى خاصة بال بالقرامر كونجيزان كونجيزان كون ديلها يجيني الفيديو لحن ديلها لكم في فيديو خاص بيها وخبركم ثاني كنتينو قيموه الإجابات هنا يدرك هنا يا هادي يا هادي كي كمل ها التلميذ عندها لوحة تقييمية ها هي وين هذه اللوحة تقييمية تعل الإجابات كلها هنا قلي يكون من نصف السوالة يعني لامة يعني يعني يقدر التنميذ يبين لي الكلمات الحقل الدلالي لفكرة العامة وهنا يكون المعلومات يمكنكم معلومات ويungsق chain وتحصل على معلومات ويكتسب Understanding ينضي ل village الإجابة صحيح صحيح الذهاب هذه صحيح كل خطرة وحسب الإجابة التعمل اتج Rent صحيح سوف نعطي الورقة ونقوم بتقييم وهذه هي البطاقة التي ترحم التلميذ الخاصة بنص القراءة ونحتفظ بنص المخور هنا يكون النص الخاص بالتمارين ثاني للحيوانات سوف تكون الفقرة ثانية للحيوانات واضح؟ لقدرنا كوارث الطبيعية كل النصوص سوف تكون على الكوارث الطبيعية والله تكون على الملح نتمنى اني افدتكم نعود ونكرر طبعا الاساتين مكلفين ومجبارين لكي يدروا تدريبات للسلامين على امتحان تقييم مقتسبات قبل الاختبار الرسمي لها يعني منه اللي تندخلوه حتى الاخر افريل تمني تلكم بالتوفيق وتمني ان افدتكم ورح ندلكم فيديو اخر باذن الله على دراسة التمارين الكتابية الى اللقاء في فيديو اخر اشتركوا في القناة